تحيات اخواتي وحبابي وصحابي في كل مكان يا رب بتكونوا بالف خير والف صحة دايما يا رب معكم ومريم من قناة اكلام نفس كل سنة حضراتكم طيبين عيد الاضحة على بواب وطبعا عيد الاضحة مستحيل يعدي من غير صنيت رؤاء في الفرن طبعا عملنا مع بعض الرؤاء الناشف يلا بينا بقى نطبق الرؤاء الناشف اللي عملناه باحلى صنيت رؤاء في الفرن على الطريقة الصعيدي ومكون سحري واحد جربيه وهتدعيلي هطلعلك الصنية زي ما انت شايفها مورقة وطبقات طحفة جدا وخفيفة ومقرمشة من السطح وطرية من جوه حاجة كده واحد جميلة جدا خيال بص الجمال طحفة بجد اختراع المكون السحري ده هيقلب لك كل الموازين معها حاجة كده جميلة جدا وسهلة وبسيطة ونضيفة في بيتك ويلا بنا نشوف حلقتنا بس ياريت قبل ما ندخل الحلقة ما تنسيش باشتراك وتفعل زر الجرس والليكات الكاتل للفيديو ويلا بنا طبعا عايزين عايزين ناخد شربة حلوة علشان نعمل بها الرؤاء عندي ورق لوري حبهان في الفلحامي بصل التوم على مية هغطي عليها تغلي وهول ما تغلي هحط اللحمة اي نوع اللحمة طبعا انت تفضلي اه بعد كده هغطي لحد ما الريمة بتاعت اللحمة تطلع هشيل الريمة وبصي على مهلك عليها تقني عليها لو هتشيلي على كزا مرة مش مهم يعني شيلي واستنيها شوية تجمع تاني وشيلي لحد ما توصلي لشربة صفية زي ما انت شايفة كده وحاجة كده تحفة جميلة جدا تمام يلا بينا نعمل اه حاجة كده سر الشربة سر شربة الصعيدة اللي بنسقي بيها ايه هو التقلية دي طبعا انا عملك مية كبيرة علشان هعمل لكو بيها مفاجأة تانية صعيدي مية مية حاجة كده بصوا في الجون اه بشرط البصل بسيبه اشوح فيه على النور لحد ما يعني تتبخر كل المية بتاعته وقربما تتبخر المية مية في المية بتاعته انزل بالمادة الدهنية بتاعتي اللي هي ايه بقى سمنة بلدي طبعا ياريت او اي نوع سمنة براحتك وهنزل بمعلقتين زيت تمام طبعا الكمية دي كبيرة جدا لان انا زي ما بقول لكم هاخد منها الجزء ليه شربة الرؤى والبقية هيقعد للمفاجأة بعد ما اه اتدبل بصل شوية نزلت عليه بالتوم مفروم مع فلفل حامل تمام اه انت طبعا عشان هتعمل سنية رؤى واحدة عملي حبة بصل وربع كيلو طماطم بس تمام حاجة بسيطة كده ونزلت بعصير الطماطم طبعا عصير الطماطم ده انا بشراء علشان مش محتاجة القشر بتاع الطماطم يدخل معايا في الاكلة خالص تمام اه الكمية اللي تريحك يعني انا الصينية بتاعتي كانت تلاتين في اربعين اخدت حوالي لتر ومص شربة تمام ونزلت طبعا بعصير الطماطم اللي في العلب لان الطماطم عندنا بعافية زي ما انتو عارفين وبقول لكم دايما وهنزل بمعلقة بابريكا تعزز لي اللون شوية ونزل بالتوابل السعادية البسيطة جدا ملح وفلفل اسود مفيش غير كده هما كده احنا الصعيدة حاجتنا من الآخر بنستمتع بتعم الاكلة مش بالتوابل وبعد كده هنزل بمعلقة سكر تمام علشان تعادل حموضة الطماطم معايا وهقلب التوابل مع بعض وغطي واسيب الدمعة بتاعتي تتسبك كويس جدا علشان آآ يعني انا عايزها متسبكة تمام غطتها لو هسيبها تسبك هي كده تسبكت تمام هاخد معلقتين تلاتة هنعمل بهم شربة الرؤية اللي هنزل بيه والباقي خليها للمفاجأة آآ هنشف فيهم شوية يعني شوية تاني اللي انا اخدتهم المعلقتين تلاتة دولار وعندي الحل دي حوالي بتشيل اتنين لتر بس انا اخدت حوالي لتر ونص تمام زي ما بقولك انت تعملي حبتين بصل وربع كله تماطم او تلت كله تماطم علشان ايه بقى يبقى لون الشربة كده ده سم واحمل زي ما انت شايفها وزودت بالشربة اللحمة التحفة الجميلة جدا اللي شوفنا وسبتها تغلي وتتسبك معايا طبعا لازم تكون مغلية تعلي معايا للعصاج عندي تلت كله بصل مع تلت كله لحمة ده السرار نجاح العصاج والطعم المميز بتاعه آآ شوحت البصل نزلت باللحمة شوحتها نزلت بالفلفل احمر على آآ حامي على اخضر اي حاجة فلفل عندك تديك راحة الفلفل ونزلت الفلفل اسود في الاول ما تحطش ملح عشان ما اللحمة تنزلش ميتها ونزلت بتوم مفروم مع فلفل حامي وقربما اللحمة سوي هنزل بالملح بتاحها ده العصاج اللي عملته معاكم كتير جدا بس طبعا انتو مش بت ايه مش بتنزلوا تشوفوا آآ سندوق الوصف ده بقى السر بتاع المكون السحري اللي هو بقى ايه بيكينج بودر مع الشربة الشربة طبعا غالية غالت معايا وحب انا احط في صنوية كبيرة بقى عشان اخد راحتي بقى وانا بسق الرؤاء كده وما ما نتوارش حواليه تمام وانزلت عليها بحبة بيكينج بودر انا الرؤاء يعني الصنوية كلها اخدت معايا حوالي نص كيس بيكينج بودر طبعا انا ما بحط الشربة كتير في الاول ليه لعشان متبردش معايا الشربة فانا بحط شربة وكل ما تخلص احط تاني سخنة جديدة كده وما تبقاش بردة معايا تمام واجبت الرؤاء وطبعا عندي صنات تانية اللي هطبق فيها تلاتين فاربعين قلنا اه مدهونة بسمنة بلدي معلش يا جماعة هنبوز الضايت الفترة دي هنعمل كل حاجة نبسينا فيها عشان العيد بقى كل صنوة طيبين فسمنة بلدي تمام وهحط الرؤاء زي ما انت شايفة مضطرف كده مضطرف سبيلي الطرف بتاعه يعني حوالي تلات ثلربع الرؤاء برى الصينية تمام يام ماريا مين اللي بتعملي? ده هقولك استني بس صبر علي صبر علي حبيبتي وانت تشوفي السرب بعد ما بسقس اك قده وبسقيها زي ما أنت شايفة اصفيها كويس من الشربة محطهش علي طول ع الصنية لا اصفيها كويس حالص من الشربة معايا وهفضل احط كده حوالين دير الصينية مش عايزة حد في الصينية ما تبقاش متغلفة بالرؤاء زي ما انت شايفا تلاتين براء جوا صنية تمام واعتبر ان الجزء ده كله ده طبقة ما تلاقيش معايا صبري بس معايا والدنيا هتمشي تمام اه زي ما انت شايفة بشرب الرؤاء معايا كويس كل ما بتخلص الشربة بحط شربة تاني وبحط حتة حتة صغيرة من كده على طول تمام والشربة معايا سخنة وزي الفن اصفيها كويس جدا جدا اه زي ما انت شايفة ما فيش اي بص غلبة بس هو ده السر بص الفن في ان اه لازم تطرفي الرؤاء شوية تمام عايزة تعملي صنف صنوية مدورة براحتك بس انا بالنسبة لي بصراحة الرؤاء يبقى قطع مربع ما اعرف شو هو كده بالنسبة لي خلصت كده لفت صنوية حوالين داير فضلت حتة مفرغة في النص هحط لها رؤاء تمام كده عندي الطبقة الاولى جهزت اول طبقة دي هعتبرها طبقة تمام كل ما خلص طبقة عندي سامنة بلدي سيحة انزل بشوية كده شوية كده بجد ان الرؤاء طبيعي وعملا في البيت طبعا هسيب لك الرابط بتاع في صندو الوصف ويظهر لك في حرف الاي فالحاجة فيه خفيفة مش باينة تقيلة كده ولا تتعب المعدة لا خالص بجد الحاجة في البيت طحفة جدا وهنزل كده هعمل طبقتين تاني تمام يبقى عندي طبقة اللي انا طرفت آآ آآ نصها برا ومسلا هنزل بطبقتين حسب الطبقات اللي انت حايزها براحتك جدا وكل بين طبقة وطبقة اللازم احط آآ سامنة واحفظ بقى عملتي طبقتين تحت تبقى تعملي طبقتين فوق طلت طبقات كده زي ما انت عايزة حط براحتك بس الطبقات اللي تحت تبقى قدي لفوق وحسيتهم كده نشفين شوية لو حسيتهم نشفين شوية معاكي انزلي بمعلقتين شربع بس ما تكتريش وبعد كده حط طبقة اللحمة بتاعتك تمام حط طبقة كده حلوة جميلة وما تخفيش الرواق معاكي زي ما انت شفتيه مورق ومفوش اي حاجة مكتومة فاللحمة هتظهر هتظهر معاكي تمام هنزل كمان انا كده بشرب في الرواق واجيب ارس واجيب ارس اغطي اللحمة بتاعتي تمام يبقى انا اعتبرت النص الرؤاء اللي انا حطاه في الصونية ده طبقة اللي تحت والنص اللي من فوق ده هنشوف هنعمل في ايه بس هنعتبره طبقة برضه تمام هنحاول نغط اللحمة كويس بتاعتنا وكل طبقة والتانية احط سامنة ولو حسيتهم نشفين قوي زي ما انت شايفة حطي كبشي يعني معلقتين كده ما تكتر الشبب بس حطيت حوالي طبقتين والطبقة التالتة اللي هي دي شايفة شايفة اهو قفلتهم على بعض زي ظرف الجواب كده جبتهم على بعض واحط سامنة عشان يورقوا الطبقة تمام والوش عندي تخليله احلى رؤقتين كده شكلهم حلو متوضبه لو اني ما فيفرقش يصدقيني انا هنا جيت اوريكي ان كل ما بجدد الشربة تخلص مني لازم احط بيكنج بودة الفوران بتاعه ده هو اللي بيورقلك الرؤى بيبقى تحفق جدا جدا بجد بس كده جميلة جدا بعد كده بدأت اساوي اجيب الرؤى اللي عندي وازبط الارتفاعات الصناعة بجد انا كانت طالعة مصبوطة يعني بس هنا حتة فضية حطت حتة حتة كسرت رؤاقة زبطت كده حستها يعني زبطت تبقى موزونة كل حتة فيها قد بعضها طبعا هتيجي تقولي لهم امو مريم دي متكسرة خالص انا هعمل ايه اقطحها ازاي هسا ما تقلقيش خالص طالما امو مريم اوعي تقلقي وفي الاخر كده معلقة شاربة كده سأسأت بيهم حاجة كده تحفة يعني زي ما انا همشي معا هيك يا ممو مريم ناشفة غطيها بكيس وحط عليها الصناعة اللي هي اكبر منها دي كنت بعمل فيها الشربة وسبتاها عشر دقايق بس اه اديني بس الرؤاقة كل الهايج ده اللي انت شايفها همد خالص وطري وشرب شربته وقطعيها بالقطع للحجم اللي انت عايزها زي ما بقول لكم انا رؤاق بالنسبة لي يعني قطع مربعة لو انت عايز تعملي في الصنية مدورة براحتك براحتك خالص تمام وبعد ما قطعتها عندي حوالي قولي نص كوباية سامنة بلدي وسقساء الوش بقى بص غرائي دلعي كده هو يوم في السنة يا جماعة بوزوا ضايت بوزوا الدنيا كلها بس خلاص لازم ناكل صنية رؤاق صعيدي على حق تمام والفرن بتاعتي شغالة على درجة حرارة مية وتمانين اخدتش معا هي نص ساعة خالص تمام ولا ولعت شوية ولا اي حاجة وتلعب باللون اللي انت شفاءت تحفة ده سبتها هتهدى شوية وانا مغطيها برضو بنفس الصنية الاكبر منها يعني عشر ده هدية بس مع نفسها شوية لو عايزة السطحة مقرمش اوي انا كان الارمشة مزبوطة عايزة السطحة مقرمش اوي اوي سيبيها ما تغطيهاش بس انا بصراحة كانت ارمشة مزبوطة كده لها جمدة ولا هيطرية وهتمشي بالسكينة على التقطيع اللي انت كنت مقطعها لها قبل ما تدخل تستوي وبس كده وشوفي بقى الجمال بصي تحفة دي بصي يعني ولا اول قطعة تغلبك في طلعها ولا الكلام اللي بيقولوه ده وبص الطبقات والتوريقة والريحة والطعم بجد خرافة انا حاسة اليونانين هنا يا جماعة هيخبطوا علي ويقولوا انها هعمليني الاكلات بتاعتك دي دايما عايزيني افتح مطعم ولا يلي هم الاكلات المصرية بص الجمال بصوا بصوا حاجة كده تحفة خيال بجد والطعم وصير معلقة البيكينبودر دي بتحطيها يعني تحفة جربية وبص الاطراف متقفلة زيعة اللحمة ولا تحرقت ولا اي حاجة كل حاجة مزبوطة ولا اللحمة تنطورت من برا ولا هتتنطور منك انت محافظوا علي وبص التسوية من تحت يعني احلى واحلى كمان جميلة جدا جدا بص الجمال والقطع هم طالعة بقطعتها وحاجة كده بالفة هانا وتشوفة وكل سنة حضراتكو طيبين اتمنى حبيبي تعملوا الوصفة وتنزلوا وتشوفوا طريقة الرؤاء السعيدي الناشف طبعا عشان كل حاجة نعملها نضيفة في بيتنا وموفرة وعملت بيها حاجة كده تحفة هتلاقيها في صندوق الوصف مع قائمة تشغيل لأكلات سعيدي هسيبها لك مع روابط صفحاتي على الفيس بوك والانستجرام والتيك توك برضو هسيبهم لك بنفس اسم القناة اكلة بنفس والمقادير طبعا هسيبها لك كل حاجة ان شاء الله اهتم بس بصندوق الوصف وشوفي الجمال شوفي التحفة والتوريقة ولو احتجتي اي حاجة انا مستني هتعليقاتك هنا او على رسالة صفحاتي زي ما بقولك هتسيب لك الروابط في صندوق الوصف وعيشي بقى عيشي تسودق وجوعة يا جماعة ويا ريت لو وصلت معا لحد هنا ما تنسيش بالاشتراك والتفاصل بالجرس والباكات الكتير للفيديو عشان يترفعوا ويشوفوا غيرك هتوحشوني جدا جدا الفيديوهات اللي جاية